اهلا وسهلا بكم اصدقائي بداية اسبوع جديد تحديات جديدة واكيد جوائز جديدة او مثل الجائزة اللي كانت معنا اسبوعنا الماضي جائزتنا هذا الاسبوع هي عبارة عن تليفون هواوي نوفا 3 اي مقدم من تليفزيون الفجيرة اكيد لازم اذكركم لتربحوا الجائزة لازم تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني اجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم راح نشوف رينبو شو مخبير لليوم ونقول نبدأ يا رينبو رينبو استقائي وقف عند اللون الاخضر وهاللون بيقول ظاهرة من الوهم البصري تعود الى انكسار الضوء حيث نرى اشياء وهمية في الطريق مثل الماء او السفينة او غيرها ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري ظاهرة من الوهم البصري تعود الى انكسار الضوء حيث نرى اشياء وهمية في الطريق مثل الماء او السفينة او غيرها ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري فكروا أصدقائي يا ترى مين أول مشاركين رح يكونوا معنا لليوم كيفوا اتصالاتكم شاركوني إجاباتكم من خلال التواصل على ريقم الموجود قدامكم لحتى يكونوا عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا الصحب من هار الخميس وتربحوا معنا الجائزة فكروا كتير منيح يا أصدقائي ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري حليمة وفاطمة شلي حمزة لينا وفرح ريتاج ورناد مين كمان مين كمان الأصدقاء دايما بيشاركونا فكروا أصدقائي رح ناخد أول اتصال ونقول ألو 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 أهلا حبيب كيفك تمام الحمد لله خبرني شو الجواب طراب أكيد نعم شكرا إلك صديقي مثل ما سمعت ومشاهدين حبيب كان أول أصدقاء لمشاركين معنا وكانت إجابته السراب فكروا كتير منيح لسا معنا كتير وقت لحتى تشاركونا وتزيد فرصتكم للربح رح ناخد اتصال ونقول ألو 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 مرحبا مين معي نادا أهلا وصهلا نادا كيفك الحمد لله الحمد لله خبريني شو عملتي بالويكند ضلتي بالبيت ولا طلعت رحت القرية العالمية رحت القرية العالمية حلو أهلا ما عرفت الجواب السراب أوكي في حدر حشارك حليمة مريضة سلامتها ألف سلامة عليها شكرا لك يا فاطمة إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي يا ترى مين لسا من الأصدقاء رح يشاركونا فكروا كتير من أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم لسا معنا شوية توقت لحتى تشاركونا ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري حبيب نادا وفاطمة شاركونا وكانت إجاباتهم السراب يا ترى مين لسا من الأصدقاء اتصال جديد من قول ألو ألو مرحبا مين معي فرح أهلا وسهلا فرح كيفك الحمد لله الحمد لله خبريني شو عملت بالويكند صلعنا رحنا على وين رحنا على الزمان حلو كتير طيب عرفتي الجواب سراب أكيد أكيد في حضر حشارك آه لينا يلا طمام آلو آلو أهلا أهلا كيفك لينا حمد لله حمد لله خبريني شو جواب سراب حد صلحتك آه شو فرح لا بابا شكرا لألك يا صديقتي والله يحفظ الماما يا رب شكرا لمشاركاتكم يا ترى معنا اتصال أو لا معنا اتصال ومنقول ألو 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 سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي نهيان نهيان أهلا وسهلا أول مرة بتشاركنا لا 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 مو أول مرة أول مرة أوكي طيب اتصال أو لا يا أصدقائي فيه اتصال من قول ألو مرحبا مين معي شو أهلا وسهلا فيكي انتي تواصلت معنا من قبل صح؟ أهلا وسهلا صديقتي خبريني كيف كان الويكند حلو؟ شو عملتي ضليت بالبيت ولا طلعت بيت أوكي طيب عرفتي الجواب؟ ايه شو كراب سراب شكرا إلك يا صديقتي يا ترى لسه في أصدقاء رح يشاركونا يستغلوا الوقت اتصال جديد ومن قول ألو ألو مرحبا مين معي؟ روان أهلا وسهلا روان كيفك؟ الحمد لله الحمد لله انتي من الجماعة اللي يضلوا بالبيت بالويكند ولا طلعوا؟ شو طلعت لا أوكي طيب روان عرفت الجواب؟ ايه شو السراب شكرا إلك صديقتي لحد هلأ كل الإجابات كانت وحدة كلهم جوابوا السراب يترى هالإجابات صحة أو خطأ لازم نستنى لنهاية الوقت لنعرف مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا هيك يستغلوا نهايات الوقت يتصلوا فينا ويخبرونا شو الجواب وشو اسم ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري يلا يا أصدقائي كثفوا اتصال لكم تشاركوني كل إجاباتكم لحتى يكونوا لكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا معنا الصحب الهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع للأسف بدأ العد التنازل الخاص بهذا السؤال أصدقائي 3 2 وانتهى الوقت سؤالنا كان بيقول ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري والجواب أكيد صح السراب ألف مبروك لكل اللي شاركونا ريمبو لسا مخبي معلومات لهيك لازم نقول ابدأ يا ريمبو ريمبو ستوب ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي وهاللون بيقول هي أكبر مدن إمارة أبوظبي مليئة بالحدائق الخضراء والاستراحات الجميلة تتبيز بالنظافة شوارعها وجمال التنسيق والهدوء يوجد فيها أيضا الحصون والقلاع التي تحولت الآن إلى أماكن سياحية ما هي أكبر مدن أبوظبي التي تتميز بالحدائق الخضراء والحصون والقلاع التاريخية رحكرر عليكم أصدقائي اللون البنفسجي كان بيقول هي أكبر مدن أبوظبي مليئة بالحدائق الخضراء والاستراحات الجميلة تتميز بنظافة شوارعها وجمال التنسيق والهدوء يوجد فيها أيضا الحصون والقلاع التي تحولت الآن إلى أماكن سياحية ما هي أكبر مدن أبوظبي التي تتميز بالحداق الخضراء والحصون والخلاع التاريخية؟ رح ناخد أول اتصالهم أهلاً حبيب خبرني شو جوابك؟ مدينة العين أكيد دعم شكراً إليك حبيب مين لسم الأصدقاء ممكن يشاركونا فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكذفوا اتصالاتكم؟ حبيب بيقول مدينة العين شاركوني شو إجاباتكم؟ شو اسم هاي المدينة إذا زرتوها من قبل أو لا فكروا كتير منيح وسألوا الموجودين معكم أو فيكم تسألوا جوجل اتصال جديد من قول قالوا أهلاً فاطمة خبريني شو الجواب؟ العين أكيد شو؟ أكيد طيب فاطمة رحتي لهنيك من قبل ولا لا ما زرت يا؟ وعيد وعيد أوكي شكراً إليك حلوة كتير شكراً إليك فاطمة إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة أحلى شي بهذا المكان إنه كله خضر كل المدينة خضر فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكذفوا اتصالاتكم شاركوني إجاباتكم وخبروني إذا زرتو هالمدينة من قبل أو لا؟ ما هي أكبر مدن؟ أبو ضبيل التي تتميز بالحدائق الخضراء والحصون والقلاع التاريخية من لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ شاركونا حبيب وفاطمة وكانت إجاباتهم مدينة العين إن شاء الله تكون إجابتكم صحيحة فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكذفوا اتصالاتكم إذا ما كنتوا كتير متقديم أكيد تقدر تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل حتى تزيد فرصتكم تقدروا تدخلوا معنا الصحب نهاري الخميس لا تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين هي أكبر مدن إمارة أبو ضبيل مليئة بالحدائق الخضراء والاستراحات الجميلة تتميز بنظافة شوارعها وجمال التنسيق والهدوء يوجد فيها أيضا الحصون والقلاع التي تحولت الآن إلى أماكن سياحية ما هي أكبر مدن أبو ضبيل التي تتميز بالحدائق الخضراء والحصون والقلاع التاريخية فكروا كتير منيح أصدقائي وكذفوا اتصالاتكم لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تدخلوا معنا الصحب نهاري الخميس حبيب وفاطمة شاركونا وساعدوكم كانت إجابات مدينة العين يترى لسه في اتصالات ومشاركات فرحوا لينا ندى من كمان الأصدقائي اللي شاركونا اليوم لأول مرة كمان أنا ورين بعم نستنى مشاركاتكم لحتى يكونوا عندكم فرصة أكبر تدخلوا فيها معنا الصحب وتربحوا تلفون هواوي نوفا 3i مقدم من تلفزيون الفجيرة تذكروا أصدقائي كل ما شاركتوا أكتر كل ما كانوا عندكم فرصة أكبر لتدخلوا معنا الصحب نهاري الخميس لسه معكم اليوم ونهار الثلاثة لحتى تكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم ليكونوا عندكم فرصة أكبر لدخول الصحب والربح مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا فكروا كتير منيح أصدقائي سؤالنا كتير سهل هي أكبر مدن إمارة أبوظبي مليئة بالحدائق الخضراء والاستراحات الجميلة تتميز بنظافة شوارعها وجمال التنسيق والهدوء يوجد فيها أيضا الحصون والقلاعة التي تحولت الآن إلى أماكن سياحية وكمان فيها جبل حفيد فكروا كتير منيح يا أصدقائي أكيد كتير منكم زاروا هذا الجبل واستمتع بالأجواء الكتير حلوة والخضار وهيك المناظر الكتير حلوة فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم لحتى تزيد فرصاتكم تقدر تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين يا أصدقائي باقي معنا شوية وقت تشلي وينكم أنا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم تخبروني شو إجاباتكم تخبروني كمان كيف كان الويكند معكم من لسه من الأصدقاء في يارا كمان بتشاركنا حورية اللي من زمان كتير ما شاركتنا كمان أصدقائنا الموجودين بعجمال دايما بشاركونا أصدقائنا اللي برأس الخيمة هو بأبوظبي وبدبي فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم مين ممكن يكون معنا معنا اتصال جديد ومنقول ألو مرحبا مين معي رنات صاد أهلا وصهلا رنات كيفك الحمد الله الحمد الله خبريني عرفتشو الجواب ها شو العين رنات زرتي هاي المدينة من قبل ولا لا حلوة ها حسنا 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 أهلا يا تاج كيفك حمد الله حسنا خبريني شو عملت بالويكند ضلت بالبيت ولا طلعت حسنا حسنا اوكي منيح طيب عرفتي شو الجواب شو شكرا لك صديقتي انتوا كنتوا اخر المشاركين معنا للأسف بدأ العد التنازل الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت سؤالنا يا اصدقائي كان بيقول ما هي اكبر مدن ابو ظبي التي تتميز بالحداق الخضراء والحصون والقلاع التاريخية والجواب اكيد صح مدينة العين الف مبلوك لكل اللي شاركونا رينبو اصدقائي لسه مخبي معلومات بس بعد البريك ورجعنا لكم اصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم بدي اذكركم تفكروا كتير منيح وتكثفوا اتصالاتكم تشاركوني اجاباتكم ليكون عندكم فرصة اكبر تدخلوا الصح بالنهار الخميس رح نشوف رينبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا رينبو رينبو استقائي وقف عن اللون الازراء وهاللون بيقول من التراث الاماراتي حيث تستخدم في صباغة الايادي والشعر وعلاج الجروح وهي عبارة عن شجيرة حولية معمرة دائمة الخضرة غزيرة التفريع جذورها وتدية حمراء وأوراقها بسيطة متقابلة الوضع بلون احمر خفيف او ابيض مصفر والازهار صغيرة بيضاء لها رائحة عطرية قوية ومميزة ما هي الشجيرة المعمرة والتي تستعمل لاغراض التجميل وعلاج الجروح رح كرر عليكم اصدقائي سؤالنا بقول من التراث الاماراتي حيث تستخدم في صباغة الايادي والشعر وعلاج الجروح وهي عبارة عن شجيرة حولية معمرة دائمة الخضرة غزيرة التفريع جذورها وتدية حمراء وأوراقها بسيطة متقابلة الوضع بلون احمر خفيف او ابيض مصفر والازهار صغيرة بيضاء لها رائحة عطرية قوية ومميزة ما هي الشجيرة المعمرة التي تستعمل لاغراض التجميل وعلاج الجروح فكروا كثير منيخ يا اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم شاركوني اجاباتكم رح ناخد اول اتصال ونقول الو 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 مرحبا مين معي مرحبا مين مين معي مين معي مرحبا من السعودية حياة مرحبا نعم اهلا وسهلا فيك معنا الصديقة اول مرة بتشاركنا صح نعم اهلا وسهلا خبرني درت تعرف الجواب الزيتون زيتون هي من التراث الاماراتي وتستخدم في السباغة الايادي والشعر وعلاج الجروح وحطوها البنات على ايدهم بيرسلهم الحنة شو الحنة الحنة اكيد تحبي ترسمي حنة ولا بتستني الى الاعياد بس لترسمي حنة لا احب حلو اكي شكرا الك فاطمة ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة من لسه من الاصدقاء رح يشاركونا فكري وكتير منيح اصدقائي اتصال جديد من قول الو وعليكم السلام اهلا وصهلا وذيبة كيفك الحمد لله تمام الحمد لله خبريني شو الجواب الحنة اكيد اكيد شكرا ايضا سارة 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 معي كيفك اليوم الحمد لله الحمد لله خبريني كيف كان الويكند معك طلعت ووضلت في البيت بلعت اوكي عرفتي الجواب سارة الحنة اكيد اكيد اوكي في حد رح يشارك الموزا اوكي مرحبا موزا كيفك الحمد لله خبريني شو الجواب حنة شكرا الك موزا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة موزا متحمصة اليوم مين معي امنة امنة حوة كيفك الحمد لله خبريني امنة شو جوابك امنة شكرا الك مين كمان امنة شو جوابك شكرا شكرا لك صديقي مين باقي يلا مين لح تشارك مين مين معي سيف سيف اهلا وسهلا خبرني شو جوابك الحمد لله خبريني شو جوابك هنية الحمد لله الحمد لله ان شاء الله تضلكون بألف خير خبرني شو جوابك الحمد لله الحمد لله شاركونا فكرو كتير مني اصدقائي ما هي الشجيرة المعمرة التي تستعمل لاغراض التجميل وعلاج الجروح شاركونا لأي فاطمة وش اللي كمان وكلهم كانت اجاباتهم الحنة اتصال جديد ونقول أهلا أهلا فرح خبريني قدرتي تعرفي الجواب اه شو الحنة بتحب ترسم الحنة على ايدك ولا مو كتير عادي اوكي لينا راح تشارك اه تمام أهلا 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 لينا خبريني شو الجواب الحدة هذا الساعتك لا أكيد أكيد شكرا لك صديقتي مين لسه من الأصدقاء يا تارا في حدا هيك راح يلحق بسرعة 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 يستغل للوقت ويتصل فينا فكروا كتير مني حصدقائي اتصال جديد ونقول أهلا أهلا مرحبا مين معين أهلا أهلا وسهلا من جديد خبريني شو جوابك الحنة أكيد ها شكرا لك صديقتي يا تارا انت راح تكوني آخر المشاركين آخر المشاركين معنا للأسف بدأ العد التنازل الخاص بهذا السؤال ثري دو وانتهى الوقت أصدقائي سؤالنا كان بيقول ما هي الشجيرة المعمرة التي تستعمل لأغرض التجميل وعلاج الجروح والجواب أكيد صح الحنة ألف مبروك لكل اللي شاركونا كل إجاباتكم كانت صحيحة وراح نشوف رينبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا رينبو 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 ستوب رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر وهاللون بيقول حيوان زاحف لا توجد له أطراف أو أذنين خارجيتين أو جفون ويشم الروائح بلسانه ويعتبر من أكلين لحوم ينتشر في جميع القارات مخبطة الأحجام والأطوال ما هو الحيوان الزاحف الذي لديه حاسة الشم بلسانه؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول حيوان زاحف لا توجد له أطراف أو أذنين خارجيتين أو جفون ويشم الروائح بلسانه يعتبر من أكلين لحوم وينتشر في جميع القارات ومن مختلف الأحجام والأطوال ما هو الحيوان الزاحف الذي لديه حاسة الشم بلسانه؟ رح ناخد أول اتصال ونقول ألو 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 فاطمة أهلا وسهلا من جديد، خبرين شو جوابك؟ تعبان أكيد شفتيها شي مرة على الأرض الواقع أو لا؟ في عدم الزو حسنتي أن تخوف أو هيك شكل مخزص شكرا لك فاطمة إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي ما معنى؟ أتصال جديد من قول ألو ألو عضيبة أهلا وسهلا من جديد عضيبة، خبريني شو جواب؟ الأفعة أكيد صح؟ أكيد إن شاء الله من رح يشارك؟ ألو أهلا أهلا سارة، خبريني شو جوابك؟ الأفعة متأكدة؟ متأكدة كأرقام الدنيا كل أرقام الدنيا شكرا سارة، من كمان رح يشارك؟ أهلا وسهلا من جديد، خبرني شو جوابك سعيد؟ الأفعة شكلك متأكد صح؟ أكيد شكرا إلك، مين كمان؟ ألو هالمرة سيف صح؟ صح خبرني سيف شو جواب؟ الأفعة أحد ساعدك؟ ماما ماما، الله يخليها يا رب، شكرا إلك يا سيف، مين لسه؟ يلا باقي هنية وموزة، وأحمد موزة موزة، خبريني شو جوابك؟ الأفعة شكرا إلك، مين كمان؟ هنية؟ أمنة أمنة، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الأفعة شكرا إلك أمنة، مين كمان؟ باقي حدا؟ هنية؟ صح هنية أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك؟ الأفعة شكرا إلك، باقي أحمد ولا مرح يشارك؟ إشارك أحمد، خبرني شو الجواب؟ الأفعة شكرا إلكم، أصدقائي أخذت كل إجاباتكم، رح أرجع كرة عليكم مشاهدينا سؤالنا كان بيقول ما هو الحيوان الزاحف؟ الذي لديه حاسة الشم بلسانه، رح أخبركم عنه لهذا الحيوان شوية معلومات بتقول، أول شي حيوان زاحف، لا توجد له أطراق أو أذنين خارجيتين أو جفون، يشم الروائح بلسانه، يعتبر من آكلي اللحوم، ينتشر فيه جميع القارات وبمختلف الأحجاب والأطوال، يا ترى يا أصدقائي شو اسمه هذا الحيوان؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو، ألو؟ أنا بعرف هذا الصوت، مين؟ ألو؟ مين معي؟ روان روان، أهلا وسهلا من جديد، خبريني، عرفتي الجواب؟ أيها، شو؟ الثعبان الثعبان، شفتي شي مرة الثعبان ولا لا؟ أيها، وين؟ حديقة الحيوانات؟ أو شفتي على أرض الواقع؟ حديقة الحيوانات حسنا، شكرا لك روان، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا أصدقائي، بتوقع كثير منكم شافوا الثعبان لمجرد، منكم نزوروا حديقة الحيوان، أكيد رح تشوفوه، اتصال جديد من قول ألو؟ ألو؟ فرح صح صح أهلا وسهلا فيك، خبريني شو الجواب؟ لا فعب؟ أكيد؟ أه، أكيد ما حدا ساعدك، صح؟ أه حسنا، لينا رح تشارك؟ أه تمام؟ أهلا، 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 خبريني لينا شو الجواب؟ أفعب؟ أكيد شو؟ أكيد أكيد أكيد، عادي ما يحب الشارك؟ طبعا عادي أفعب؟ أهلا، أهلا، حمزة كيفك؟ الحمد الله الحمد الله، خبرني شو الجواب؟ لا فعب لينا ساعدتك، أو أنت بتعرف؟ لا ما بعرف شكرا لكم أصدقائي، فرح حمزة، ولينا إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة، يا ترى مين لسا من الأصدقاء؟ رح يشاركونا، فكره كتير منيح، كل المشاركات لحد هلأ كانت الأفعى، رح أرجع كرر عليكم سؤالنا كان بيقول ما هو الحيوان الزحف لدي لديه حاسة الشم بلسانه؟ اتصال جديد ومنقول ألو، 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 مرحبا، ما أقل لي من السعودية، مرحبا، مين معي؟ مع ألو ألو الأم اليساء، أي أهلا وسهلا فيك من جديد،aelي ما هو جوابك؟ أبطيخة أبطيخة أبطيخة، لا، هو حيو... شي؟ بسرخوفة أوكي رح أخذ إجابتك لقاء إن شاء الله تكون صحيحة صديقي سؤالنا كان بيقول ما هو الحيوان الزحف الذي لديه حاسة شام بلسانه بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت الحيوان الزحف الذي لديه حاسة شام بلسانه هو الثعبان أو الأفعى ألف مبروك لكل اللي شاركونا إجاباتكم كانت صحيحة ريمبول السن خبي معلومة بس بعد البريك ورجعناكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم بدي أخبركم أنه لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا الصح بنهار الخميس لازم تكثبوا اتصاباتكم وتشاركوني إجاباتكم رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو ريمبو ستوب ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق وهاللون بيقول هي من أكثر المعالم السياحية في مدينة العين تقع على أسفل جبل حفيت وهي منطقة آبار مياه كبريتية ساخنة حيث يقام فيها أيضا الكثير من الفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية ما هو أسم المعالم السياحي الذي يحتوي على مياه كبريتية ساخنة في مدينة العين؟ رح أكرر عليكم سؤالنا بيقول هي من أكثر المعالم السياحية في مدينة العين تقع على أسفل جبل حفيت وهي منطقة آبار مياه كبريتية ساخنة حيث يقام فيها أيضا الكثير من الفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية ما هو اسم المعالم السياحي الذي يحتوي على مياه كبريتية ساخنة في مدينة العين؟ تفكروا كثير منيح أصدقائي أنا بتوقع ما حدا زار مدينة العين وما رح على هذا المكان رح ناخد أول اتصال لنقول ألو 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 مساء خير؟ مساء النور فاطمة صح؟ ألو صهلا فيكي من جديد خبريني فاطمة شو الجواب؟ بزرات خضراء زرتيها؟ شفتي شو حلوة؟ وايد شكرا إليك يا صديقتي فاطمة كانت أول مشاركين معنا وقالتنا أنه جواب لمبزر الخضراء يا ترى الصح أو خطأ اتصال جديد ونقول ألو 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 أهلا وسهلا عذايبة خبريني شو الجواب؟ مبزر الخضراء وزرتوها ولا لا؟ لا مرة يرجعنا بس ما دخلنا يعني داخل آه أوكي كان لازم تدخلوا كتير حلوة من جوا شكرا إليك صديقتي إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله مين لسه؟ آلو ألو آه سارة؟ حي أهلا وسهلا سارة خبريني شو الجواب؟ آه مبزر الخضراء أكيد أكيد أوكي مين كمان؟ دواع نعم خليكي تشي قعد لا تقومي عشان ما تتعبي أريح أصلا شكرا إليك سارة يلا مين كمان؟ آلو آه هنيا؟ آمنة آمنة أهلا وسهلا خبريني شو جوابك؟ آه رينبو مبزر الخضراء أوكي ما أستر عليك رينبو كتير شكرا إليك مين كمان؟ آلو آه سيف سعيد؟ موزر موزر خبريني شو جوابك؟ أوكي آلو شكرا إليك صديقتي آلو آم سيف سعيد؟ آلو آلو سعيد خبريني شو الجواب؟ ألنبسر الخضراء شكرا إليك آلو آه سيف سيف بعدك معي آلو شكل أطع الاتصال من الشي اللي باقي الأصدقاء أكيد أنا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم رح أرجع كرر عليكم سؤالنا بقول هي من أكثر المعالم السياحية في مدينة العين تقع على أسفل جبل حفيث وهي منطقة آبار مياه كبريتية ساخنة حيث يقام فيها أيضا الكثير من الفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية ما هو اسم المعالم السياحي الذي يحتوي على مياه كبريتية ساخنة في مدينة العين؟ فكره كثير منيحة أصدقائي اتصاد جديد ونقول ألو 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 مين؟ ألو مين معي؟ روان؟ شوغ شوغ أهلا وسهلا فيكي خبريني يا صديق تعرفتي الجواب؟ حي شو؟ بالبجرة طب أنت أول مرة بتشاركينا أو لم شاركتنا من قبل؟ أول مرة أول مرة منين عم تحكينا؟ من شاركة أوكي طب أدي عمرك؟ لا لعمر كله صديقتي أنا أخدت إيجابتك إن شاء الله تكون صحيحة ولا تعرف إذا روابك صح أو خطأ لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال وأكيد أنا ورينبو نتمنى تكوني صديقتنا دائما وتشاركينا دائما مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا فكروا كثير منيحة أصدقائي وكذفوا اتصالاتكم معنا اتصال جديد ونقول ألو 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 مين؟ شوغ شوغ؟ أهلا وصهلا، ما يصبح لدينا أثنين شوغ؟ خبريني، عرفت الجواب؟ عندك زر الخزراء أكيد أكيد زرتها من قبل؟ ألو حلوة؟ ألو ألو حلوة؟ ألو شكرا لك صديقتين، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة مين لسه من الأصدقاء؟ اتصال جديد ونقول ألو ألو شو شو شو؟ شو شو شو؟ ألو 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 لينا؟ لا مين؟ سيف من الشلة سيف؟ سيف؟ هنية ألو المبزرة شكرا أحمد، من كمان؟ هنية هنية هنية، خبريني شو جوابك يا صديقتي المبزرة الخضرة شكراً إليك باقي آمنة أهلاً 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 خبريني آمنة شو الجواب؟ أكيد شكراً إليك صديقتي آمنة كانت آخر الأصدقاء المشاركين معنا بدأ العد التنازلي للأسف يا أصدقائي ورح ينتهي الوقت انتهى الوقت سؤالنا كان بيقول ما هو اسم المعلم السياحي الذي يحتوي على مياه كبريتية ساخنة في مدينة العين والجواب أكيد صح المبزرة الخضراء ألف مبروك أصدقائي الى هون بيوصل مشوارنا معكم للنهاية لا تنسوا تشوفونا نهار الثلاثة بنفس الموعد أنا أوريه أبو منحبكم كتير باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة